ما شاء الله نلقاها كبيرة وفل تبارك الرحمن كلهم عشان يعشون تجربة زين جراس عيدية أنا موجودة اليوم في السينما بس مو عشان أشوف فيلم من الأفلام اللي تعودنا عليها موجودة اليوم عشان أشوف أول تقرير مصور تقدمه شركة زين وتستعرض في أفكار المبادرين في التكنولوجيا الناشئة عشان أشوف الفيلم صح ناخد معانة المبكور استثمار بالإنسان هو أفضل استثمار استثمار في تطوير قدرات ومؤهلات الإنسان لأن نؤمن بأن الشباب هم القاعدة لاستكمال تحقيق رؤية الكويت والتكنولوجيا الحديثة ساعدتنا على استكمال برامجنا كل شيء صار أونلاين وفيرتوال والوقت موجود القدرات اللي عند الشباب موجودة كل شيء مستعد اليوم يمكن ختام مشوار زين جريتا عيديا 6 اللي نشتغل معهم لكن ليس النهاية إلى المشاريع الكويتية والغليمية اللي نشوفهم اليوم هذول راح يستمرون إن شاء الله إلى أن يصبحون إن شاء الله مشاريع عالمية وهذا اللي احنا نطمحنا اليوم كشركة زين بأن ندعم الشباب بابتكاراتهم ومسرعة أعمال مع الأخوان في بريناتلاب شركاتنا يعني حتى مع الكورونا ما وقفتوا ما وقفنا يعني حرصنا أننا ما نوقف يعني وكان يعني وايد موفق بصراحة وكان يعني حضور كبير وعدد اللي سجلوا كثير أعتقد أن هذا المشروع من المشاريع اللي نفتخر فيها اليوم ككويتيين بأن يكون هناك فعلا مشاريع وإحنا إن شاء الله نطمح أن نوصل إلى استثمار في هذه المشاريع إن شاء الله وأعتقد أن هذه الخطوة القادمة مع شركة زين اليوم موجودين بالسينما بس مع زين أي والله مع زين اليوم شنو بنشوف اليوم هيا اليوم عندنا زين Great Idea Digital Innovation Report اللي أخوة طبعا كل سنة معتاد إحنا نسوي البرنامج السنوي حق المبادرين وشاركون وياننا ونطور من مهاراتهم ومسفرهم وياننا إلى سان فانسيسكو والمعتاد اللي لما نرجع نقدم مشاريعهم حق المستثمرين هذا اليوم يكون اسمه زين ديمو دي بس للأسف مع كوفيد اضطرينا أن إحنا ما يصر عندنا زين ديمو دي طبعا كان البرنامج مختلف هالسنة لأنه صار virtual افتراضي بس يعني الله الحمد قدرنا أن إحنا نفتح الباب حق مو بس الكويت حق الدول أي بالضبط يعني هالسنة تقريبا أكثر من ثمن دول شاركوا وياننا من عالم العربي نعم الحمد لله من عالم العربي وأكثر من 160 مشروع قدم وستمروا وياننا وعلى اليوم إن شاء الله أنتم موجودين تشوفون أكثر من 25 مشروع امتلت القاعد بالمبادرين وأصحاب المشاريع والمميزين عشان كلنا نسمتها اليوم بعرض زين جريت آيديا حياكم واحد من المشاريع المميزة المشتركين في زين آيديا سولوا في العالم مشروع إحنا شركة بنشر بلس باختصار إحنا نوفر صيانة السيارات وين ما كنتم سواء كنت بالبيت سواء كنت بالدوام اللي تبيه مكان اللي يريحك طبعا نقدر نوفر لك خدمة صيانة السيارة إحنا البنات أكثر ناس نتوهق حياكم الله حياكم الله كلكم كيف يجب أن تشتركون مع زين وشون عرفتوا عن زين آيديا؟ أول شي شفنا شباب داشين فيها من قبل مشاريع صغيرة ومشاريع ستار تابس شفنا شنو الفايدة وكان فيها الدورات أيضا خارج الكويت وذلك بسبب كورونا ضررنا أن نقعد بالكويت فأقضينا منهم الفايدة وما قصره والحمد لله اشتركوا في القناة